السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلبة وطالبات الصف الثالث من التعليم الفني أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الفيزياء معكم حسن أحمد محمد معلم خبير فيزياء هنتكلمنا في الفترة اللي فاتت عن الفيزياء التقليدية اللي هي الكهربية بفصولها التلاتة اللي هي الكهربية الاستاتيقية أو الساكنة والكهربية الديناميكية والكهربية المتحركة والتأثير المناطيس للطيار الكهربية هنتكلمنا في الوحدة الثانية اللي هي بعنوان الفيزياء الحديثة وقولة فصولها بعنوان الأطياف الزرية فيزياء التقليدية نتكلم فيها عن تلات فصول فصل أول بعنوان الأطياف الزرية فصل الثاني بعنوان الليزر فصل الثالث بعنوان الإلكترونيات الحديثة هنبدأ حاليا بقولة فصول الوحدة الثانية وهو الأطياف الزرية نتكلم عن الوحدة الثانية بعنوان الفيزا الحديثة لفصل لأول الأطياف بداية الوحدة الثانية بنتكلم فيها عن تصورات لتركيب الزر يعني العلماء لما يتكلموا عن تركيب الزر مرنا بكذا عالم يتكلموا عن تركيب الزر أول ما تحدث عن تركيب الزر هو توامسون زر التومسون عبارة عن إيه زر التومسون أو ما هي فروض زر التومسون وفرض ان الزرة عبارة عن كرة مصمطة من مادة كهربية موجبة تنغم الالكترونيات السلمة بزي ما احنا شايفين الزرة بتاعته عبارة عن زي ما احنا شايفين الكرة اللي موجودة عبارة عن مصنوعة من مادة مشحونة بكهربية موجبة وبداخلها الالكترونيات السلمة تاني فرض من فروض زرة تومسون ان الزرة متعادلة كهربيا ليه متعادلة كهربيا عالل لأن الشحنة السلبة اللي بتحملها الإلكترونيات بتسوي الشحنة المجابة التي تحملها الزر دي كانت تصورات أو دي كانت زرة تومس جي بعد كده رازر وحط لنا تصور للزرة بس من خلال تجربة اسمها تجربة رازر فورد تجربة رازر فورد إنه هو جاب جسيمات أو دقائق ألفا المجابة اللي هي أنوية زرة الهيليم اللي هي الـ HE42 ولكن إحنا بنشيل منها الإلكترونيات فبقى عند الأنوية المجابة فبنسميها أشعة أو جسيمات أو دقائق ألفا وصوبها على شريحة أو صفيحة رقيقة جدا من الدهب سمكها عشرة والسالب أربعة عشرة والسالب أربعة صنتي وجد ما يلي أول حاجة وجد إن معزر هيمر خلال الصفيحة دون أن يعاني ويسكر في مصار ومن هنا أو من الملاحظة أولا دي استني إن معزم الزرة فراغ زي ما احنا شايفين قادي الشريحة اللي هي شريحة من الدهب أو صفيحة من الدهب قادي دقائق ألفا بصلتها على شريحة الدهب وبستقبل الدقائق ألفا بعد خروجها من شريحة الدهب فوجد زي ما قلنا أول حالة إن معزم هذه الدقائق بتنفس دون أي انحرافة عن مصارها دون أن معزم الزرة فراغة تاني ملاحظة شافها تمر نسبة ضئيلة من مصارفة عن مصارفة يعني زي ما احنا شايفين هلاقي إن في سهم انحرف عن مصارفة ناحية اليمين ده دليل على اكترابها من جسيم مماثل لها في الشحن هي شحنتها موجبة يبقى إذن طالما انحرفت دليل على اكترابها من جسيم مماثل لها في الشحن يعني لازم يكون شحنة موجبة أخرى موجودة اللي بعد كده قال إن هي النواي تالت ملاحظة لاحظها رازر فورد من خلال تجربته إن بترتدي نسبة ضئيلة منها إلى نفس جهة صدرها يعني ما بتعدش من شريحة الدهب ولكن بترتد مرة أخرى ده نتيجة تصادمها بجسيم فقيل نسبيا مماثل لها في الشحن وهي النواي يبقى إذن ممكن يجيلي سؤال علل يقول لي علل تمر معظم دقائق أو سمائة ألفة عندها نفسها من شريحة الدهب هقول لنا معظم الزرة يجيلي سؤال علل تاني تمر نسبة ضئيلة من سمائة أو دقائق ألفة منحرفة عن مصارع من شريحة الدهب أقول دليل اقترامها من جسيم مماثل لها في الشحنة وهي النواي المجابة الشحن يجيلي سؤال تاني تعلل ترتدي نسبة ضئيلة من جسيمات أو دقائق ألفة إلى نفس جهة من شريحة الدهب أو من صفيحة الدهب ليه قلنا لتصدمها بجسيم سقيل نسبيا مماثل لها في الشحنة اللي هو النواية الموجودة في مركز الزر من الفروض أو من الملاحظات اللي شافها رازر فورد على تجربته ابتدى يضع نموذج مكوّم من أربع فروض أول فرد تتكون الزر من نواية موجبة الشحنة تتركز فيها معظم كتلة الزر يبقى إذن أول حاجة استنتجها من مكونات الزر أو من تركيب الزر أنه بيوجد في مركز الزر موجبة الشحنة تاني فرد من فروض الإلكترونيات تتحرك بسرعة كبيرة حول نواية وده ممكن برضو نقول ليه الإلكترونيات بتتحرك بسرعة كبيرة حول النواية لأنها لو كانت تتجازبت للنواية طب ليه هتنجزبين للنواية لأن إحنا الإلكترونيات سلبة الشحنة بينما النواية موجبة الشحنة تيجد وجود البروتونات الموجبة بداخلها فهي لو مشت بالراحة أو ساكنة هيحصل تجازب طبعا لقانون كلوم أو قانون الجذب والتنافر إن الشحنات المختلفة بتتجازب والمتشبهة بتتنافر فمن الممكن أن الإلكترونيات تتجازب إلى النواية إذا كانت ساكنة فلازم بتدور أو بتتحرك حول النواية بسرعة كبيرة ثالث فرد من فروضو قال إن الزرة متعدلة كهربيا وإن الزرة متعدلة كهربيا لأن عدد الإلكترونيات السلبة اللي يتجازبها لأن النواية بتساوي عدد الإلكترونيات الموجبة داخل النواية وده برضو يجيلي سؤال عالي عالي للزرة متعدلة كهربيا هنقول لأن عدد الإلكترونيات خارج النواية سوى عدد الشحنات الموجبة اللي هي اسمها ببروتونات داخل النواية رابع فرد من فروض رازر فرد إن معظم حجم الزرة فراغ أي أن الحجم الذي تشغله النواية والإلكترونيات ضئيل جدا بالنسبة لحجم الزرة يبقى إذن حجم الزرة جدا حجم البروتونات جدا لما نيجي نقارنها بحجم الزرة ككل هلقي إنه ضئيل جدا فده دليل على إن معظم الزرة فراغ ثالث علم من العلمة اللي هنتكلم عليهم النهاردة هو بور يبقى تكلمنا عن تومسون وقالنا إن الزرية بتاعته هم فردين رازر فورد حتى النموز من أربع فرود من خلال التجربة اللي عملها على دقائق جسمات ألفة ومرورها من خلال صفيحة من الدهب بور استخدم تصورات رازر فورد وأضاف عليها يعني هو أخذ تلات تصورات من تصورات رازر فورد في النموزج بتاعه ثم أضاف عليها تلاتة كمان طب إيه هي تصورات اللي أخذها من رازر فورد أول تصور توجد عند مركز الزرة نواية مجابة الشحن تتحرك إلكترونيات الساعة السلبة الشحنة حول النواة في مدارات محددة تعرف باسم الأغلفة لكل منها مستوى طاقة اللي احنا كنا نقول عليها مستويات الطاقة الرئيسية السبعة اللي هم الكي والإل والإم والإن والأو والبي والكيو هم اللي تكلم عليهم بور وقالك الإلكترونيات السلبة بتتحرك من خلالهم يسموا أغلفة أو مدارات أو مستويات طاقة تالت فورد أو تالت تصور خدوا من تصورات الزر فورد وهي أن الزرة متعدلة كهربائي طيب إيه بقى الفروض اللي أضافه أضاف لهم فروض ثلاثة كمان أول فرد يمكن حساب نصف كتر المدار تقديريا الفرد التاني اللي أضافه والخامس في مجمع الفروض أو في مجمع الفروض نموذج زر تبور قانون كلوم قانون القابلة للتطبيق في مجال الزر قانون كلوم اللي هي قانون الجازب والتنافر اللي هو الشحنات المختلفة تجازب والمتشابهة التنافر قوانين نيوتن القوة المتبادلة أو الزرة الديناميكية بطبعها فبنان علي بينطبك على برضه قوانين نيوتن للحركة آخر فرد أو آخر تصور من تصورات بور عن تركيب الزرة إذا انتقل إلكترون من مدار خارجي تاكتو إي تو إلى مدار تاكتو إي وان فإنه تنطلق نتيجة لذلك كمية من الإشعاع تسمى فوتون هذا الفرق بيبقى إيتش ميو طيب والإيتش ميو دي جات منين؟ من الفرق في الطاقة بين مستوي الطاقة لو الإي تو ناقص الإي وان حيثو الميو هو تردد الإشعاع المنبعث الإيتش لو سابت بلانك وده مقدار سابت يبقى إذن آخر تصور من تصورات بور أو آخر فرد من فرود بور في النموذج بتاعه إذا انتقل إلكترون من مدار خارجي إلى مدار آخر داخلي يعني قريب من النواة يبقى إذن انتقل إلكترون من أي مدار لمدار آخر أقل منه هينشأ عنه انطلاق كمية من الطاقة تسمى فوتون هذا الفوتون بقدر أجيب طاقته من خلال المعادلة اللي أصد مننا اللي هي الإي تو ناقص الإي وان بيساوي إيتش ميو حيث إي تو ده طاقة المدار الخارجي إي وان طاقة المدار الداخلي الإيتش هو سابت بلانك الميو هو تردد الإشعاع المنبعث بعد ما تكلمنا عن تصورات تركيب الزرة هنبتدي نتكلم عن جزء جديد وهو اسمه الأشعة السينية أو أشعة إكس أشعة السينية أو أشعة إكس دي اكتشافها العالم رونتجين وتعريف الأشعة السينية زي ما هو قدامنا هي أشعة كهرو مغناطيسية غير مرئية طولها الموجي قصير تقع بين الأطوال الموجية للأشعة الفقوبة النفسجية وأشعة جامع لذلك فهي عالية الطاقة ده تعريفها طيب نمسك تعريفها نفسسه شوية هي أشعة كهرو مغناطيسية أي أنها تتكاوم من مجالين كهرابي ومغناطيسي اتنين متعمدين على بعض غير مرئية طولها الموجي قصير المكان اللي بتتواجد فيه من الأطوال الموجية للأشعة الفقوبة النفسجية وأشعة جامع عشان كده بتكون عالية الطاقة وهنستخدمها في حاجات كتير زي ما هنشوف أثناء استعراض الدرس خواص الأشعة السينية أول خصية لا تتأثر بالمجالين الكهرابي أو المغناطيسي خصية الثانية زادة كدرة كبيرة على اختراق الأوساط المادية يبايزاً هي بتختارك أي وسط مادة أوساطها لأنها موجات كهرومغناطيسية فبتباليها كدرة كبيرة على اختراق الأوساط زادة كدرة كبيرة على تأيين الغازات وكلمة تأيين الغازات تأيين جاي من كلمة أيون الغاز احنا قلنا وعبارة عن مادة والمادة بتكون متعددة شحنة كهربيا كلمة تأيين الغازات يعني هي بيفصل هذه الغازات كأيونات مجابة لوحدها وآيونات سلبة عند مرور الأشعة السينية من خلالها يبقى من خلال مرور الأشعة السينية من خلال الغازات بتبتدي يفصل الآيونات مجابة عن الآيونات السلبة عشان كده قلنا لها قدرة كبيرة على تأيين الغازات رابع خاصية من خلال الأشعة السينية هي تحيد في البلورات قلنا أن الأشعة السينية كأي مواجهات كهرمونات سيئة تسير في خطوط مستقيمة يبقى إذا الأشعة السينية بتسير في خطوط مستقيمة لأنها مواجهات كهرمونات سيئة ولكن أول ما بتقابل بلورة بتبتدي تحيد كلمة تحيد يعني تنحرف أو تعاني عدة انكسارات داخل البلورة عشان كده قلنا التحيد في البلورات هي هي الانكسارات بتاعتها بتبقى داخل البلورة فقط لكن خارج البلورة هي بتمشي في خطوط مستقيمة خامس فرد من فرود أو خامس خاصية من خلال الأشعة السينية وهي أنها تؤثر على الألواح الفوتوغرافية الحساسة اللي هي أفلام التصوير عشان كده بنستخدمها في عمل الأشعة طريقة الحصول على الأشعة السينية باستخدام أمبوبة كوليج بيجي لك سؤال في الامتحان يقول لك أذكر استخدام أمبوبة كوليج أذكر استخدام أمبوبة كوليج بل إجابة اللي عندي هي الحصول على الأشعة السينية أمبوبة كوليج هي أمبوبة زجاجية مفرقة زم ما احنا شايفين بيبقى فيها فتيل وفيها هدف الفتيل ده من التنجستين والهدف ده من أي مادة معدنية بيتصل بالفتيل مصدر كهربي وبيوجد ما بين الفتيل والهدف برضو مصدر كهربي اللي بيحصل او ايه طريقة عمل انبوبة كوليج دي اللي بحصل منها على الاشياء السينية عند تسخين الفتيلة بتنطلق الالكترونات نحو الهدف تحت تأثير المجال الكهربي اما هي بتنطلق نحو الهدف بتصطدم بالهدف ده وتحول جزء منها من طاقتها او كلها الى اشعاعها هو اشعة اكس يبقى نتيجة الالكترونات او نتيجة الطاقة الكهربائية اللي موجودة اللي متوصلها بالفتيل او سالك التنجستين بيبتدي تنطلق الالكترونات نتيجة الطاقة اللي بتاخدها طاقة الحركة الكبيرة اللي بتاخدها من الطاقة الكهربائية اللي جاية من المصدر الكهربائي اللي متوصل بالفتيل نتيجة انطلاقها ونتيجة فرق الجهد الموجود اللي ما بين الفتيل والهدف بتبتدى انطلق بطاقة حركة كبيرة جدا ونسرعة كبيرة جدا فبتصطدم بالهدف الهدف ده هو مادة اي مادة معدنية موجودة عندنا نحاس بلاتين دهب فضح اي نوع من انواع المادة المعدنية نتيجة استضامها بالهدف بتحول جزء من طاقتها او كل طاقتها الى اشعة اكس طيب اما تصطدم بالهدف هل ليه الاشعة السينية دي طيف ولا طيفين ولا طالتة ده اللي هنعرفه من خلال اطياف الاشعة السينية اطياف الاشعة السينية زي ما احنا شايفين او طيف الاشعة السينية لو انا حللت حزمة من الاشعة السينية صادرة من هدف الى مكوناتها هنحصل على طيف تكاون مركبتي طيف الاول هو طيف متصل وده من جميع الاطوال الموجية وده لا تتغير بتغير مادة الهدف قلنا الطيف من جميع الأطوال الموجية يعني زي وزي تحليل الدول العادة اللي عندي بيوجد فيه كل الأطوال الموجية بدرجاتها بألوانها بجميع الأطوال الموجودة اللي موجود فيها وقلنا لا يتغير بتغير مادة الهدف يعني الطيف المتصل ده سواء كان الهدف أي معدن موجود نحاس حديد ده بأي نوع من أنواع المعادن هيبقى هو هو موجود ما بتغيرش الطيف الثاني الطيف الخطي وده اللي بيسميه الطيف المميز الأشعة السينية وده اللي بيميز مادة الهدف ده اللي من خلاله أقدر أعرف مادة الهدف هي أنهي نوع من أنواع المعادن المستخدمة وده ليه؟ لأنه بيقابل أطوال موجية محددة يعني كل فلز أو كل مادة معدنية موجودة كمادة للهدف بتنتج طول موجة محددة من خلاله بقدر أعرف العنصر ده أو الهدف ده موجود من مادة إيه؟ ده من خلال الطيف الخطي بلو جالي سؤال وقال لي الطيف المميز للأشعة السينية أقول له هو الطيف الخطي استخدمات الأشعة السينية تستخدم أشعة X أو الأشعة السينية احنا قلنا الأشعة السينية هي هي أشعة X تستخدم أشعة X في دراسة البلورات علي اللي بتستخدم في دراسة البلورات لأن من أهم خصائصها قابليتها للحيود لذلك بتستخدم في دراسة التركيب البلوري للمواد من خلال الانحرافات اللي بتحدث لها داخل المادة دا تاني حاجة لها أسر فلوريسي ما هو الأسر الفلوريسي؟ إن بعض المواد بتصدر دوق عند سكوت الأشعة السينية عليها يبقى إيه معنى الأسر الفلوريسي؟ هو إن بعض المواد تصدر دوق عند سكوت الأشعة السينية عليها مثل يعني زي إيه المواد اللي ممكن تطلع أضواء عند سكوت الأشعة السينية؟ مادة زي تنجستات الكالسيوم دي بتعطي صورة رمادية أو دوء رمادي كابريتيد الزنك بيعطي دوء أغدر باستخدم هذه الخاصة اللي هي لها أصل فلوريسي باستخدمها في فحص الصدر بالأشعة السينية وفحص ما بداخل الحقائق في المطارات الاستخدام الثالث من استخدامات الأشعة السينية تكوين سور للعزام أو الأجسام المعدنية لقدراتها على نفاذ بلو جاء اللي علي اللي بتستخدم أشعة السينية في تكوين سور العزام أو الأجسام المعدنية أو اللي قدراتها على النفاذ رابع استخدام من استخدامات الأشعة السينية هو أن لها أثر فوتوغرافي كلمة لها أثر فوتوغرافي قلنا زي ما احنا قلنا من شوية في الخصائص بساعتها نتؤثر على الألواح الفوتوغرافية الحساسة يعني بتسيب أثر ضوء موجود عليها عشان كانت تستخدم لعمل سور الأشعة للعزام والأسنان والشرايين بعد إعطاء المريض مادة تمتص الأشعة اسمها لي السبغة خامس استخدام تستخدم لعلاج أمراض الجلد وده باستخدام جرعات صغيرة لعدة جلسات بينها أزمنة مناسبة يعني لما يجأ أعالج الجلد ما بديش الجسم كل الجرع المطلوبة مباشرة ولكن بدي له جرعات صغيرة على فترات زمنية متبعدة آخر استخدام من استخدامة الأشعة السينية بتستخدم في عمل الأشعة المقطعية بكده يكون أدي أول فصل من فصول الوحدة التانية احنا قلنا الوحدة التانية دي بعنوان الفيزياء الحديثة فخلصنا أول فصل من الفصول بتاعتها لأطياف الزرية اللي يتكلم عن تصورات تركيب الزرة اللي هنا زرة تومسون زرة رازرفورد زرة بور بعد كده كلامنا على الشعار السينية تعريفها خوصها الأطياف بتاعتها الحصول عليها واستخدامها بنخش في فصل جديد وهو الليزر ايه هو الليزر ويه هو تعريف الليزر تعريف الليزر هو تدخيم أو تكبير شدة الضوء بواسطة الانبعاث المستعز يبقى الليزر هو تدخيم أو تكبير شدة الضوء بواسطة الانبعاث المستعز يبقى أنا عشان أحصل على الليزر لازم بكبر أو بضخم الضوء اللي عندي بواسطة الطريقة اسمها الانبعاث المستعز طب يعني ايه الانبعاث المستعز كلمة انبعاث قلنا الانبعاث يعني هو خروج طاق زي بالزبط لما قلنا في فروت بور أما احنا قلنا أنه عندما ينتقل إلكترون من مدار خارج طاكتو إي تو إلى مدار تاني طاكتو إي وان اللي هو مدار الداخل طاكتو إي وان هتنطلق كمية من الطاقة بتسمى فوتون والطاقة بتعيدها على إفنان هنا بتساوي الـ H ميو يبقى إذن أثناء انتقل الإلكترون من مدار أو مستوى طاقة خارجي إلى مدار أو مستوى طاقة داخلي هيبتدي تنطلق طاقة هو ده اللي بنسميها الانبعاث المستحس قلنا الانبعاث المستحس ده طريقة من طرق أو من أنواع الانبعاث اللي بستخدمها في الحصول على اللزم طيب نمسك قلنا احنا الانبعاث المستحس ده نوع من أنواع الانبعاث الموجود طيب إيه أنواع الانبعاث اللي احنا نتكلم عنهم في الدرس بتاعنا أول نوع من أنواع الانبعاث يسمى الانبعاث التلكوي طيب إيه هو الانبعاث التلكوي بعث تلكوي اننا لما تكون عندما اذا كذفنا زره في حالتها العادية بفوتون تاكتو اي تو نايس اي وان فان الزره تمتص هذا القادر من الطاقة وتنتقل من المستوى الاردي الى المستوى الاسعر يبقى احنا في الاول ان الزره بتبقى موجودة في المستوى الاردي بتاعها تماما هنديها طاقة او فوتون فوتون ده تاكتو اي تو نايس اي وان اللي هو الاتش ميو اللي احنا اتكلمنا عنه من خلال نظرية بور الزره دي هتاخد هذا القادر من الطاقة وتنتقل من المستوى الاردي الى مستوى الاسعر الى مستوى الاسعر الاول طيب احنا اتفقنا في المستوى الاردي كل المستويات احنا قلنا ما سبع مستويات مستوى الاردي والمستويات اللي فوق منه تسمى كلها مستوى الاسعر هو خد قادر من الطاقة يكفي ان هو يطلع لمستوى الاسعر الاول اللي هو طاقته اي تو العمله دي بتسمى اي صارة الزره الى المستوى اي تو هتيجي الزرة مش مستقرة بتقعد فترة بسيطة حوالي عن عشرة أو سالة بتمانية ثانية تسمى فترة العمر وتفقد أو تتخلص من هذه الطاقة اللي هي طاقة الإصارة اللي خدتها هتتخلص بشكل فتون وتعود إلى حالتها الطبيعي يبقى إذن قبل الإشعاع هم موجودة من على الرسم أن الزرة بتبقى في المستوى الأرضي بتاعنا بديها طاقة أو فتون طاقته بتساوي الفرق في الطاقة بين المستوى الأول ومستوى الثاني فبتبته تاخد القادر من الطاقة دوت وتطلع به لمستوى الإصارة الأول يبقى أنا كده عملت له عملية إصارة للمستوى الأول بتقعد فترة العمر بتاعتها اللي هي حوالي عن عشرة أو سالة بتمانية ثانية ثم بعد ذلك بتفقد طاقة الإصارة وترجع مرة أخرى إلى المستوى الأرضي وإلى حالتها الطبيعي المبعث تلقى دوت ده المبعث السائد في مصادر الضوء العادية طيب إحنا اتفقنا أنه بيكتسب فتون الأول عشان يحصل له إصارة ثم عشرة أو سالة بتمانية ثانية ثم يرجع مرة تانية في قطاقته في صورة فتون آخر ويرجع لحالته الطبيعي طيب الفتونات اللي طالع من المبعث التلقائي إيه خصائصها؟ الفتونات المبعثة من المبعث التلقائي بكلها نفس تردد التلقائي اللي سبب الإصارة ولكن الاتجاه والطور فهما عشوائيا يبقى إذن هو التردد واحد لكن الاتجاه والمراحل اللي بتخرج منها ما تبقاش سبتة ولكنها بتبقى عشوائية يعني بتخرج في جميع الاتجاهات بتخرج بأطوار مختلفة أو على فترات مختلفة الانبعث المستحس اللي بجيب بقى منه الليزر إذا سقط فتون طاقتو إيتو على زرة مصارة بالفعل يبقى إذن في حالة الانبعث التلقائي الزرة لسه ما تصاريتش إحنا دوب بنيديها طاقة ولما بنيديها طاقة ديت اللي هي الفرق ما بين المستويين بتوعنا بتبتدي تصار وتطلع على مستوى الإصارة الأعلى منها ثم وهي نازلة بتفقد طاقة الإصارة إنما ده هنا في الانبعث المستحس إننا بسقط فتون أو بدي طاقة للزرة للزرة اللي هي مصارة أساسي وهي مصارة بالفعل ببديدي أديها فتون طاقتو إيتو وبتكون الزرة دي موجودة في مستوى الإصارة التاني قبل انتهاء فترة العمر يبقى إذن أولاً إن الانبعث المستحس ده بيطبك على الزرة المصارة بالفعل إننا بديها طاقة ولازم يكون كمان موجودة في مستوى الإصارة الأعلى اللي إحنا قلنا عليه اللي قال إيتو وقبل انتهاء فترة العمر الفتون ده بيدفع الزرة أن تشعر طاقة إصاراتها على شكل فتون آخر له نفس تردد واتجاه وتور الفتون الساقط وتعود الزرة إلى المستوى الأرضي بمعنى إننا الفتون يدانينا للزرة المصارة دي اللي هي المصارة بالفعل بتاخد أول ما بتنتهي فترة العمر بتاعتها بتبتدي تنزل وهي نازلة بتفقد الطاقات اللي أخذتها فما بتفقدش فتون واحد بتفقد فتونين الفتون اللي ناتج عن الطاقة اللي أخذتها أساسا عشان تطلع تبقى زرة مسارة والفتون الزيادة أو الطاقة الزيادة اللي أخذتها وهي زرة وهي في حالة الإصارة بتاعتها وهي نازلة بتفقد الفتونين دول عشان ترجع للمستوى الأرضي وتعود إلى حالتها الطبعية الانبعاث المستحس هو الانبعاث السائد في مصادر الليزر خصائص فتونات الانبعاث المستحس الفتونات الاصلي والمستحس بكل يوم نفس التردد وتحركان معا بنفس الطور وفي نفس الاتجاه يبقى إذن انبعاث التركية قلنا الفوتونات لها نفس التردد ولكن التور والاتجاه ببقى عشوائيا لكن الانبعاث المستحس التردد سابت أو نفس التردد بيتحركوا بنفس التور وفي نفس الاتجاه عشان كده تبقى شدة الليزر أو شدة الدوء في الليزر أعلى من الدوء العادي خصائص أشعة الليزر أول خاصية من خصائص أشعة الليزر هو النقاء الطيفي في مصادر الدوء العادية المصاد الدوء دي لها ببقى لها مدى كبير من الأطوال الموجية تتفاوت في شدة الموجي لأخر لكن مصادر الليزر بتنتج خطا طيفيا واحدا فقط له مدى ضئيل من الأطوال الموجية وتتركز الشدة عند هذا الطول الموجي المحدد هذا بنقول على الليزر أنه هو دوء أحادي الطول الموجي يبقى النقاء الطيفي لأن الليزر بتحتوي على مدى كبير من الأطوال الموجية تتفاوت شدتها من طول الموجي لأخر لكن الليزر بيبقى دوء أحادي الطول الموجي عشكب ينتج خط الطيف واحد له مدى ضئيل من الأطوال الموجية فبتبقى شدته تقريبا ثبتا تاني خاصية من خواص أشعة الليزر توازي الحزمة الضوائية وأن توازي الحزمة الضوائية مصادر الدوء العادي ما فيهوش توازي الحزمة الضوائية لأن يقولنا أن الفتونات بتطلع في جميع الاتجاهات أو ما بنقولش بتبقى عشوائيا فنتيجة لذلك أن الانتشار بتاعها بيخليها يحصل لها تشتت لكن الليزر كتر الحزمة بيظل يسابط أثناء الانتشار لمسافات طويلة لأنها بتتحرك بصورة متوازية ولا تعاني من التشتت عشان كده بتستخدم أو بتتمكن من نقل المسافات طويلة دون أي فقد ملحوظ يبقى إذن توازي الحزمة الضوائية دهات لأن الفتونات الليزر بتطلع في اتجاه واحد أو في نفس الاتجاه لكن فتونات الدوء العادي بتبقى مختلفة في الاتجاه تالت خاصية من خواص أشعة الليزر هو الترابط في مصادر الدوء العادي بتنطلق الفتونات بصورة عشوائية غير مترابطة يعني عشوائية غير مترابطة يعني بتخرج في لحظات زمنية مختلفة وبتنتشر باختلاف كبير في فرق الطور فبناء عليه ألاقي إن الفتونات ما بتطلعش في وقت واحد فبناء عليه ألاقي إن بيحصل إن الدوء عندي وأنا ماشي ألاقيه قل نتيجة إن الفتونات ديت وهي خارجة ما بتخرجش في وقت واحد ففي منها اللي بيفقد أو بتنتقل تقتل وفي منها اللي بيكمل فلاقي إن الدوء اللي عندي بيقل وأنا بمشي فده ضمن الأسباب اللي بتخلي شدة الدوء العادي بيقل مع زيادة المسافة لكن في مصادر الليزر بتنطلق الفتونات بصورة مترابطة زمنيا ومكانيا يعني بتطلع من مكان واحد وفي وقت واحد في نفس اللحظة بتتطفق في فرق الطور بتاعها مما يجعلها أكثر شدة وأكثر تركيزا رابع خاصية من خصائص أشعة الليزر وهي الشدة مصادر الدوء العادية بتخضع الأشعة ضواء المنبعثة منها لقانون التربية العكسي قانون التربية العكسي بيقول إن شدة الدوء السقطة بتتناسب تناسبا عكسيا مع مربع المسافة يعني إن شدة الدوء دي كل ما هتزيد المسافة كل ما شدة الدوء هتقل لكن في مصادر الليزر بتحتفظ بشدة ثابتة لوحدة المساحات لأنها لا تخضع لقانون التربية العكسي يبقى إذن الليزر مهما زادت المسافة مش هيحصل أي تغيير في شدته لأنه لا يخضع لقانون التربية العكسي نظرية عمل الليزر أو فكرة عمل الليزر هو حاجة اسمها الإسكان المعكوس إيه هو الإسكان المعكوس في الأول؟ هي الحالة اللي بيكون فيها عدد الزرات في مستويات الإسارة العليا أكبر من عددها في المستويات الأدنى لأن إحنا اتفقنا عشان يحصل إسارة للزرة لازم يكون عدد الإلكترونات أو عدد الزرات اللي موجودة في مستويات الإسارة أعلى من عددها في المستويات الأرجية عشان وهي النازلة بتبطيط تفكت فتونات فقد الفتونات دوت هو اللي بيعمل لي الليزر حيث إيه بقى اللي هيحصل؟ تتهيأ الفرصة لفتونات الإنبعاث المستحاس أن يتضخم عددها خلال الوسط الفعال وأن الوسط الفعال هي المادة اللي موجودة في الليزر بتاع المستخدم نتيجة الانعكاسات المتتالية بين سطحي مرأتين زي ما هنشوف في تركيب الليزر بعد النظرية العمل بتاعته وتتولد فتونات جديدة وكذا تضخم الشعاع وتحدث عملية تكبير مثال على الليزر اللي عندي هو الليزر الهيليم نيون طيب الهيليم والنيون هم عنصري من عناصر الجدول الدوري من العناصر الخاملة اللي هم موجودين في المجموعة الصفرية أو الغازات الخاملة تم تحديد العنصرين لتقارب قيم طاقت مستويات الإصارة شبه المستقرة في كل منهما يعني لو جاء اللي علل ليه اخترنا الهيليم والنيون عشان نعمل منه الليزر الهيليم نيون أو الليزر الغازي لأنه لتقارب قيم طاقت مستويات الإصارة شبه المستقرة في كل منهم طيب ايه هو تركيب جهاز ليزر الهيليم نيون جهاز الهيليم نيون بيتركب من أنبوبة من زجاج الكوارتز بها غازية الهيليم والنيون بنسبة عشرة إلى واحد يعني أن عدد الآيونات أو عدد الزرات اللي موجودة من الهيليم عشر مرات قد الموجود من النيون تاني حاجة بيوجد عند نهايتين الأنبوبة ديت مرأتين مستويتين أو مكعرتين بيكونوا متوازيتين ومتعاملتين على محور الأنبوبة ويحدهما شبه منفزة ده اللي احنا قلناه في أثناء نظرية العمل في الإسكان المعكوس أن الفتونات ديت وبتتحكم بمرأتين عاكسة فبيحصل انعكاس للفتونات اللي موجودة فبيبتد يزداد عددها وتتضخم لحد ما نوصل لشدة الليزر اللي أنا عايزه تالت حاجة بنوصلها بمجال كهرابي عالي التردد بيغزي الأنبوبة من الخارج لإثارة زرات الهيليم والنيون عشان نقدر أعمل عملية إثارة للهيليم والنيون وحصل منهم على الليزر اللي أنا عايزه عمل جهاز ليزر الهيليم نيون أولا يؤدي فرق الجهد داخل الأنبوبة إلى إثارة زرات الهيليم يعني فرق الجهد اللي أنا بديه للأنبوبة اللي احنا قلنا المصدر أول حاجة بيقابلها هي الهيليم فبيعمل لها عملية إثارة يعني هي بتياخد طاقة اللي هي تعادل الفرق في الطاقة بين المستوى الأرضي ومستوى الإثارة وتبتدي تتلع من المستوى الأرضي إلى مستوى الإثارة اللي هتتوجد فيه بتقعد فترة اللي هي فترة العمر اللي هي عاشة سنة بثمانية سنة وبعد كده بتفقد الطاقة بتاعتها في صورة فتونية بتصطدم زرات الهليم بزرات النيون فتصار زرات النيون طيب ليه؟ ليه تصار زرات النيون؟ لأن زرات الهليم وهي نزلة بتكون فقدة الطاقة بتاعتها في صورة فتونات الفتونات دي بتاخدها زرات النيون وبتبتدي تطلع من المستوى الأرضي إلى مستوى الإصارة فيحدث لها إصارة يتحقق من ذلك وضع الإسكان المعكوس في غاز النيون غاز النيون قبل ما ياخد الطاقة بتاعت زرات الهليم هو موجود في المستوى الأرضي بتاعه أما بيبتدي بياخد الطاقة من زرات الهليم بيبتدي يطلع من مستوى الأرضي إلى مستوى الإصارة وإحنا قلنا الإسكان المعكوس هو عدد الزرات الموجودة في مستوى الإصارة العلي يعني عددها في المستوى الأرضي وده اللي بيحصل حاليا خلاص في زرات النيون إن هي خادة طاقة فطلع الإصارة العلي طه بتأول مجموعة من زرات النيون تم إثاراتها وتشعب لها طاقة تنتشر عشوان في جميع الاتجاهات داخل الأنبوب خلاص هي أخدت الإصارة قلنا بتقعد فترة العمر بتاعتها ثم بتهب التاني عشان تنزل للمستوى الطبيعي ولمستوى الأرض بتاعها فبتفقد الفوتونات بتاعتها الفوتونات دي بتنتشر عشوان في جميع الاتجاهات وهي بتنتشر هتصادف إحدى المرياتين أو الكلاهما وتبتدي يحدث لها انعكاسات الانعكاسات دي بتقابل فوتونات مرة أخرى وتقابل زرات مرة أخرى فتحدث إصارة لهذه الزرات مرة أخرى فبذلك بتضاعف العدد بتاع الفوتونات تصادف هذه الفوتونات أحد المرياتين فترتد وتصطدم بزرات أخرى فتضاعف عدد الفوتونات داخل الأنبوب عندما تصل شدة الإشاع حد معين يخرج جزء منه من خلال المرأة شبه المنفذة في سورة شعاع ليزر يعني احنا قلنا في مرأتين إحدهما شبه منفذة قلنا إحدهما شبه منفذة يعني هتطلع دوء له طاقة محددة أول ما هنوصل للطاقة المحددة أو شدة إشاع محددة دوء بتبتدي يخرج الدوء أو الشعاع بتاع الليزر من خلال المرأة شبه المنفذة استخدامات أشعة الليزر بتستخدم أشعة الليزر في الطب ولها لها استخدامات كبيرة جدا على حسب الطاقة المستخدمة منها على سبيل المثال أو الحالة للصال الشبكي في العين ودي أحد الحالات المرضية للعين من خلال أي قطع جزئي في شبكة العين ممكن من خلال الطاقة الحارية النتجة من الليزر بعمل عملية الحام لهذه أو الالتحام لهذه العصاب في الشبكية عشان يقدر العين ترجع تاني للرؤية تاني استخدام رشعة الليزر علاج حالات كسر لكل النظر تالت حاجة تستخدم مع الألياف الضوئية في العلاج بالمناظير تستخدم في الاتصالات كبديل لكابلات التليفونات في الصناعة مثل صقب الماس أبحاث الفضاء في المجالات العسكرية مثل رادار الليزر وتوجيه السواريخ التسجيل على الأقراص المدمجة اللي هي السي دي طابعة الليزر الفنون وعروض الضوئية أعمال المساحة لتحديد المساحات والأبعاد بدك بنتكلم على جزء جديد من منهج الفيزياء اللي عندي اللي هو الفيزياء الحديثة وأن الفيزياء الحديثة تلت فصول الفصل الأولين ده بعض الأطياف الزرية وأن الأطياف الزرية بداية فيها عن تصورات تركيب الزر وأن تصورات تركيب الزر كان أول تصور اللي نتكلمنا فيه كان زر التومسون وأن قال تومسون أنه الزر عبارة عن كرة مسمطة مصنوعة من مادة مشحونة بشحنة مجابة بتنغمز فيها الشحنة السليبة وكان تاني فرد بتاعه أن الزر متعدلت شحنة كهربائية بعد كده جي رازرفورد وحط الفرد بتاع أو الفروض بتاعت النموذج بتاعته من خلال التجربة بتاعته أن التجربة بتاعت رازرفورد وأنه وصلت أو صوب دقائق أو سيل من جسيمات ألفة وأن ألفة دي مجابة اللي هي أنوية زرة الهيليم على صفيحة من الدهب سمكة حوالي عشر أستسالب أربعة سنتي فوجد أو لاحظ تلات سنة بتحصل أن معظمها بينفس دون أن يعاني أي انحراف في مصاره ده لأن معظم الزرة فراغ تاني حاجة شافة أن بعضها بيبتدي أنحرف عن مصاره نتيجة أن هو مروره بجسم اللي هو قال أن الزرة متعادلة الشحنة كهربيا أن بيوجد في مركز الزرة نواية مجابة الشحنة أن تتحرك الإلكترونات حول النواية بسرعة كبيرة شوية قلنا ليه؟ لأنها لو كانت ساكنة لها انجذبت للنواية أو حتى لو كانت بتحرك ببط برضو هتنجذب للنواية قلنا بعد كده أنه قال أن معظم الزرة فراغ لأن بالمقارنة بحجم الإلكترونات والبروتونات الموجودة فهي حجمة ضئيل جدا بالنسبة لحجم الزرة ككل فإذن بيبقى معظم حجم الزرة فراغ جيب ور بعد رازرفورد وحط النموذج بتاعه من خلال ست فرود تلاتة أخذهم من تصورات رازرفورد أن الزرة متعادلة الشحنة كهربيا أن بيوجد في مركز الزرة نواية مجابة الشحنة أن بتدور الإلكترونات في مدارات أو مستوى الطاقة أو أغرفة وأن كل مستوى الطاقة بيختلف عن المستوى اللي قبل منه اللي هم السبع مستوى الطاقة بتوعنا أضاف عليهم ثلاث فرود أخرى أن يمكن حساب نصف كتر المدار تقديريا قال كمان أن قانون كلوم وقانون يوتن بينطبق على الزرة قال كمان أن إذا انتقى الإلكترو من مستوى أو من مدار خارجي تاكتو E2 إلى مدار داخل تاكتو E1 فإنه هيفقد قدر من الطاقة بتسمى فتون هذا القدر من الطاقة هو الفرق بين طاقة وده بيساوي حيث H هو ثابت بلانك وميو هو تردد الإشاع المنبعيث تكلمنا بعد كده عن الأشعة السينية وأشعة X وأن هي أشعة كهر ومغناطسية طولها الموجو ساير وطالما أنتقول لها الموجو ساير فهي عالية الطاقة أو هي غير مرأية بتاقع بين الأشعة فوق البنفسجية وأشعة جامع لها خمس خواص أول خاصية لا تتأثر بالمجالين الكهرابي أو المغناطسي تاني قدرة كبيرة على اختراق الأوساط اللي هي النفاذ يعني ثالث حاجة لها أو ثالث خاصية لها قدرة كبيرة على تأيين الغازات وقلنا أن تأيين الغازات الثانية بتفصل الغازات لأيونات مجابة وأيونات سالبة خاصية تحييت في البلورات الخامسة أنها تؤثر على الواحي الفتغرافية الحساسة قلنا بحثوا على الأشعة السينية من خلال أنبوبة كوليج قلنا أنبوبة كوليج ده عبارة عن أنبوبة زجاجية فيها فتيل من تنجستين وفيها هدف من المادة المعدنية انطلاق الإلكترونيات بسرعة كبيرة جدا نتيجة فرق الجهد المتولد ما بين الفتيل والهدف بيخليها تحرك بسرعة كبيرة وتستطيع من الهدف وتتحول أو جزء من توقيتها أو كلها إلى أشعة X أو الأشعة السينية أشعة السينية ديات لو أنا حللت حزمة منها لا يبتت حالة للطيف بتاع المركبتين طيف متصل وطيف خطي قلنا الطيف المتصل هو الطيف اللي ده ليه مدى كبير من الأطوال الموجية لكن الطيف الخطي ده الطيف المميز للأشعة السينية اللي هو بيميز مدة الهدف لأنه بيبليه أطوال موجية محددة استخدامات الأشعة السينية قلنا أنها بتستخدم في عمل الأشعة على العزام والسنين والشريم بتستخدم في فحص الحقائق في المطارات بتستخدم كمان في علاج الجلد بيعطاء جرعات مناسبة على فترات زمنية متبعدة كمان بيستخدم في عمل الأشعة المقطعية من خطورة الأشعة السينية أنها لها ثلاث أخطار أول خطر عندي أنها بتؤثر على الجينات أن الجينات اللي هي العوامل الوراثية اللي هي بتنتقل خلال الأجالة المختلفة تاني حاجة تؤثر على الأجنة أو تؤدي لتشواد في الأجنة وأن الأجنة اللي هو جمع جنين اللي هو أشر الحمل الأولى للسيدات عشان كده بيوصي أن السيدة اللي في أشر حمل الأولى ما بتعملش أشعة تالت حاجة ممكن تؤدي لنمو غير طبيعي في بعض الخلايا طيب إزاي أقل نفسي من أخطار الأشعة السينية أول حاجة قلنا عدم التعرض المباشر للأشعة السينية عشان كده الطبيب أو المختص اللي بيعمل الأشعة دي بيتحكم في هذا الجهاز عن بعد تاني حاجة الطبيب ده برضه بيرتدي بلطه بيه طبعا من الرصاص اللي بتعكس هسين الأشعة وكذلك بيقوم بفزات للأيدي كمان بنستخدم أجهزة لكياس مدى النشاط الإشعاعي الموجود داخل معمل الأشعة اللي موجودة العادة ده كان فصل الأطياف الزريا ثم انتقلنا بعد كده على فصل الليزر قلنا الليزر هو تتخيم أو تكبير شدة الدوء بواسطة الانبعاث المستحاس وقلنا الانبعاث عندي نوعين فيه انبعاث التلقائي انبعاث مستحاس لو جات مقارنات ما بينهم الانبعاث التلقائي ده موجود في مصادر الدوء العادية لكن انبعاث المستحاس ده موجود في مصادر الليزر اتكلمنا بعد كده قلنا ان في فتونات بتطلع من خلال الامبعاث التلقائي والمستحاس الفتونات اللي طالع من خلال الامبعاث التلقائي بيبقى لها نفس التردد ولكن تختلف في التور وتختلف في الاتجاه فهي في الاتجاه بتطلع عشوائيا فبيحصل لها عملية تشتت كمان بينما في الامبعاث المستحاس بتبقى الفتونات بيبقى لها نفس التردد ونفس التور ونفس الاتجاه قلنا من خصائص الليزر عندي خصائص الليزر أربعة اللي هو النقاء الطايفي للدارة أن احنا بقوله أن الليزر ده عبارة عن هو طيف يتكون من طول موجي واحد كمان عندنا في حاجة اسمها توازي الحزمة الضوائية توازي الحزمة الضوائية لأن هي بتخرج الفوتونات متفقة في الاتجاه فكذا بتبقى كأنها حزمة الحزمة ده بتبقى متوازي الأشياء بتاعتها متوازية فده بيزود من شدتها ويخليها تستطيع نقل الطاقة طويلة دون أي فقد يسجر في الطاقة تالت خاصية قلنا الترابط لأنها بتطلع في صورة مترابطة زمانية ومكانيا يعني بيبقى فيه فرق في الطور ثابت ما بين الفوتونات اللي طلعة قلنا الشدة شدة الليزر ثابتة مهما زادت المسافة قلنا ليه لأنها لا تخضع لقانون التربيع العكس إنما الضوء العادي شدته بتقل لأنه يخضع لقانون التربيع العكسي كلمنا عن نظرية عامل الليزر وفكرة عامل الليزر قلنا نظرية عامل الليزر هو الإسكان المعكوس قلنا الإسكان المعكوس هو إحنا بزيادة عدد الزرات في مستويات الإسارة العالية عن عددها في المستوى الأرضي ثم كلمنا على نوع من أنواع الليزر وهو ليزر الهيليوم نيون قلنا اخترناه لتقارب مستويات طاقة شبه المستكرة بين العنصرين كمان قلنا أن التركيب بتاع الليزر ده أو جهاز الليزر بتاع الهيليوم نيون عبارة عن أنبوبة زجاجية بحط فيها غزاء الهيليوم ونيون بنسبة عشرة إلى واحد في نهاية تايل الأنبوبة بفيه مرئتين مستوياتين أو مكعرتين بيكونوا متوازيتين ومتعملتين على محور الأنبوبة إحدهما بتبقى شبهة منفزة عشان يطلع منها ضوء الليزر بتاعي كمان بوصل ما بين الليزر أو جهاز الليزر بتاعي بوصله بمصدر فرق جهد عالي نتيجة المعكسات المتتالية أو نتيجة عملية الإسارة المتتالية الموجودة داخل أنبوبة الليزر من خلال سواء المرئتين أو من قصة الفعال اللي هو الهيليوم ونيون بيبتدي يزداد أو بتضخم عدد الفتونات النتجة وبنانا عليه بتزداد شدة الدول لغاية شدة محددة وبتخرج من المرئة شبهة المنفزة كلمنا عن آخر حاجة كانت استخدامات الليزر وأن استخدامات الليزر بيستخدم في علاج لمفصل الشبكة في العين في علاج كسر وطول النظر بيستخدم في المناظير والعمليات الجراحية بيستخدم في الأقراص المدمجة لها السيدي بيستخدم في طبيعة الليزر بيستخدم كبديل للكابلات التليفونية كمان بيستخدم في أعمال المساحة في كواس الأبعاد بدقة كمان بيستخدم في أبحاث الفضاء بيستخدم في المجالات العسكرية كتوجيه السواريخ والرادار كمان بيستخدم في الفنون والعروض الضوئية وأخيرا بيستخدم في الصناعة في ساكب المسي بكذا نكون انتهينا من حلقة اليوم من مادة الفيزياء تكلمنا فيها عن الفيزية الحديثة بالأطياف الزرية الموجودة بالليزر على وعد بلقاء في حلقة قادمة إن شاء الله ودرس جديد من دروس مادة الفيزياء ترجمة نانسي قنقر